أقامت قناة عدن الفضائية في مقرها المؤقت بمدينة جدة فعالية التكريم لسعادة السفير علي محمد العياشي تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله قصلا عاما لبلادنا وعميدا للسلك الدول الماسي والقنصلي بجدة وفي فعالية التكريم الخاصة قام الأستاذ فارس عبد العزيز الصلاح رئيس قطاع تلفزيون عدن بتكريم السفير العياشي بدرع القناة ودرعا آخر باسم رئيس القطاع إضافة إلى شهادة تشكر وتقدير من موظفي تلفزيون قناة عدن قدمها نائب رئيس القناة فؤاد التميمي وأشار رئيس قطاع تلفزيون عدن بأن هذا التكريم يأتي عرفانا بالجهود الكبيرة التي بذلها سعادة السفير العياشي في خدمة الأخوة المغتربين ونشاطه المتميز في الوسط الدول الماسي وإسامه من خلال موقعه عميدا لسلك الدول الماسي والقنصلي في إبراز القضايا الوطنية وخدمة الدول الماسية اليمنية ومساندته للقناة منذ الوهلة الأولى لانطلاق بثها من مدينة جدة وتذليله للكثير من الصعاب التي اعترضت عملها وعمل طاقمها مشيدا بهذه الجهود التي تعكس روح المبادرة إلى تحمل المسؤولية في أصعب المراحل بكل اقتدار وكفاء بدوره عبر سعادة السفير العياشي عن بالغ شكره وامتنانه لقناة عدن الفضائية وطاقمها على هذا التكريم مشيرا إلى أن القناة ومنذ بدي عاصفة الحزم أدت بكفاءة عالية مهامها الإعلامية ولم تتوقف رغم تصاعد قص ميليشيا الحوثي آنذاك على مقرها وتحملت مسؤولية وطنية كبيرة في الدفاع عن الشرعية بعد أن سيطرت الميليشيا على كافة وسائل الإعلام الرسمية بما فيها لاحقا مقر القناة الرئيس في عدن وكممت كل وسائل الإعلام الأهلية المناهضة لها وأقفلت الفضاء الإعلامي للتعتيم على مشروعها لانقلابه في الداخل حيث مثلت قناة عدن الرافعة التي تصدت للآلة الإعلامية الحوثية بجهود حثيثة وجنود مخلصين وقفوا أمام الشاشة وخلفها بكل عزيمة واقتدار من جانبه قام السفير العياشي بتكريم قناة عدن مشيدا بجهود رئيس القطاع وطاقم القناة والدور والأداء المتميز الذي تقدمه وجودة محتواها ورسالتها الإعلامية الرصينة وكذا تعاطيها الهادف مع قضايا المعتربين ومشاركتها همومهم ونقلها صوتهم للجهات المعنية من خلال برامج خاصة مشيرا إلى أنها كانت وما تزال صوتا إعلامية للمواطن في الداخل والمعترب في الخارج معبرا عن تمنياته للقناة بالمزيد من التميز والإبداع والتألق في أداء رسالتها الإعلامية النبيلة موسيقى